عبدالفتاح السيسي من يومين كان بيقول ان انت اللي قاعد تتفرج علينا هنا انت مواطن يا مصري مش شايف الانجازات العظيمة اللي بيعملها الجنرال عبدالفتاح السيسي فاحنا قررنا الحقيقة نسأل حضراتكو يعني بلهجة المعاتب انتو ليه مش شايفين انجازات السيسي يا جماعة ليه الراجل ما بينامش الليل ليه الراجل ما قطع نفسه عشانكو وانتو مش شايفين اي انجازات تعالوا نسمع السيسي هو بيعتب على المصريين انه هم مش شايفين انجازاته العظيمة يعني مثلاً يقول لك إيه؟ أنتم مهتمين أولاً أنا كلمت قبل كده يعني بالطرق الكباري يا سيدي أنت بس كمناك شفت الطرق الكباري كمناك أنت بتمشي عليها لكن هذا ليس معناه أن قطاع مثل الزراعة أنت ما بتشوفه فأنا عايز أقول إيه؟ أن في القطاعات المختلفة إيه الدولة شغالة فيها كلها يعني لا تخفى القطاع لا تخفى القطاع التصلاة، التعليم، الصحة، صناعة، الزراعة ما فيش قطاع إحنا سيبينه بس وأنا مش حاول إن الإعلام ما بيغطيش ده فمن فضلكوا غطوا كويس لا مش حاول كده لكن أنا بقول للناس ما تتعودوش ترددوا اللي بيتقلقوا يتريملكوا كده فأنتم تاخدوه تقولوه لا مع الوظف الاعتبار إن البيانات دي كلها متاحة برضو على موقع مجلس الوزراء وعلى الوزرات المختلفة يعني لو دخلت على النقل حتشوف دخلت على الكهرباء حتشوف دخلت على الزراعة حتشوف أو على الموقع بتاع رئيس الجمهورية الحياة فريل إعداد لما يعني اتفقنا أن احنا ناخد السؤال اللي ظهر قضا محركوا على الشاشة مش شايف إنجازات السيسي ليه قرروا أن هم يروحوا يعني يحاولوا ويجاوبوا على السؤال أو يقدموا يعني رؤية إيه أخبار إنجازات السيسي في عدد من القطاعات لأنه هم دايما بيقولوا انتوا الناس اللي برا مش شايفين يعني في واحد منهم عمل حاجة غريبة قوي من كام يوم جاب لي تويتا كانوا بتكلموا على مشروع المنتزه الجديد فجاب لي تويتا كنت كاتبها في 2019 أيام فيديوهات محمد علي الأولانية فأنا كاتب إنه ربع مليار جنيه مصري لأصرف المنتزه بعين السطر اللي تحت دي على طول عشان خاطر مدام انتصار تعمل مش عارف كذا وعشان خاطر مدام انتصار كذا وعشان مش عارفي تكملت البتاع يعني فهو اللي فاندي الجميل يظهر الزابط المخابرات قال للمؤدين روحوا هاتوا الكلام الناس اللي كانوا بتتكلم على قصر المنتزه فهو راح عمل ايه ام راح قصص اول سطرين اللي هم ربع مليار جنيه لأصر عشان قصر في المنتزه يعني طبعا لو نزل بس تحت وهو بيعمل كروب للصورة لو نزل لتحته وطلعت كلمة مدام انتصار هو والشخص اللي زعي الكلام ده واللي جاب الفكرة هيتنفخه يعني هيتنفخه لحد ما يحققه انتصارات كبيرة جدا الحقيقة فالنقطة في ايه إنه هو بيقول لك الناس اللي بره بتقول فانا مرة دي الحلقة دي فريل اعداد قرر يجيب لكو شوية ارقام لطيفة جدا في عدد من القطاعات تعالوا نشوفها مع بعض ونشوف واحدة واحدة كده الراجل ده عمل انجازات ايه في مصر نبدأ كده مع بعض ونشوف في قطاع الاتصالات انجازات السيسي في مصر في قطاع الاتصالات الحمد لله الحمد لله بلا فخر مصر في عهد السيسي في المركز 111 عالميا في سرعة الانترنت السابت جميل طيب نروح على البعض ونشوف الانترنت بتاع الهاتف مصر في مركز 98 عالميا في سرعة انترنت الهاتف كارت الشحن اللي بعشرين جنيه بيديلك 14 جنيه رصيد وده قمة الاعجاز العلمي اللي بيبين لك الدرائب بتروح فين وفلوسك بتروح فين ندخل على قطاع اخر قطاع التعليم عندنا عجز بنسبة ربعمائة الف معلم في المدارس ما يقارب نص مليون معلم مش لقينهم في المدارس متوسط كثافة الفصول نحو 69 طالب مصر في المركز 129 في مؤشر جودة التعليم مصر في المركز 124 في جودة ادارة المدارس عندنا كمان مئات المدارس ايلة للسقوط والانفاق الفعلي للدولة مش المعلن على التعليم هو واحد وستة من عشرة في المية من اجمالي الناتج المحلي والدستور المصري بتاعهم بيقول انه هي اربعة في المية طيب انجازات الصحة اخبارها ايه؟ مصر في المركز 110 في مؤشر الامن الغدائي العالمي عندنا في مصر حوالي تمانية مليون طفل في المدرسة مصاب بالانيميا او بفقر الدم بمناسبة الاوبئة وكورونا وكده فمصر في المركز 153 عالميا في الاستعداد لمواجهة الاوبئة طيب الدكاترة عندنا دكاترة لا والله في عهد السيسي الحمد لله من انجازاته عجز الاطباء بيصل ل65% باكثر من 130 الف طبيب بيعملوا في الخارج المركز 69 من حيث جودة الحياة في عهد الراجل اللي انتوا شايفينه على الشاشة عندنا الاصابات بامراض نفسية 7% من المصريين مصابين بامراض نفسية يعني حوالي 7 مليون بنيات وعندنا كمان 25% لديهم اعراض الترابات نفسية طيب نروح على الصناعة الامل في الصناعة اكيد الراجل ده راجل المصانع نسبة البطالة الحمد لله 7 و4 من 10% حوالي 62% منهم بين 15 و29 سنة اللي هو سن الشباب طيب اجمالي العطلين قد ايه؟ اجمالي العطلين 85% من اجمالي العطلين هم من حملة المؤهلات و45% من اجمالي العطلين دون من حملة الشهادات الجامعية عندنا في عهد السيسي ملاحقة وسجن رواد الصناعة بمصر صفوان ثابت نموذجا اغلق الراجل ده من 20 ل 30% من اجمالي مصانع الملابس الموجودة في مصر وتم اغلاق شركة النصر لصناعة الكوك والكيمويات الاساسية فقط في عهد السيسي نشوف الكم رقم الجايين دول لان هم مهمين اوي اغلاق ربعمية مصنع في المنطقة الصناعية في عهد السيسي ده رئيس مستثمري 6 اكتوبر توقف قد ايه بقى في سهاج توقف 3000 مصنع عن العمل في الصعيد ده رئيس مستثمري سهاج احنا في المركز وبلا فخر المركز 100 من 105 على مستوى العالم في صافي الدخل الشهري للفرد طب ما نشوف الزراعة يمكن نلاقي في الزراعة الامل تهديد سد النهضة بجفاف الاراضي الزراعية اطمئنه تماما كونوا مطمئنين تماما مش هتلاقوا مياه في خلال كم سنة الاكتفاء الذاتي من العدس وفول الصوية اقل من 1% فقط في عهد السيسي الاكتفاء الذاتي من البقليات 26% ومن الزراة الشامية 45% طيب الاكتفاء الذاتي من القمح 41% الاكتفاء الذاتي لمجموع الحبوب هو 50% نصيب المواطن من الارزة الدقيية يا جماعة الاستاذ اللي كان بيقول روحوا دوروا على الرز بدل من تشغلين نفسكوا بالدهب هو 28 كيلو بدلا من 42 كيلو في سنة 2012 توقف العمل في عهد السيسي في 25 الف مزرعة دواجن ومطاحن القمح اخبارها ايه توقف 80% من مطاحن القمح بالقطاع الخاص واخيرا ارتفاع اسعار القمح والارز والسكر والاعلاف بنحو 100% انجازات دي ولا مش انجازات يا متعلمين يا بتوع المدارس بالارقام شان لما يطلع ولد من الولاد او عيل من العيال اللي هم ممسكينهم صفحات على الفيسبوك ممسكينهم قد من قنوات يهوهوا علينا يبقوا حطولوا الارقام دي في التعليقات عشان يقرأها كويس ويحفظها ويفهمها وبعدين يطلع يرد عليها ولما يطلع الناس اللي في الحظيرة يقططعوا تويتات قل لهم خليك جدع خليك راجل وطلع اسم مدام انتصار في التغريدة اللي انت قطع منها سطرين وبطمني على نفسك بعد ما تطلع اسم مدام انتصار في التغريدة يا جماعة الخير نظامكم فاشل تجربتكم فاشلة على رأي واحد لما قالها من عشر سنين لرئيس مدني منتخب تجربتكم فاشلة مش هقول بنت ستين كده على حاجة لكن الناس عارفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر